بسم الله الرحمن الرحيم نطبق النهاردة على السدد واستهلاق القروض في الوحدة الخامسة في المركبة نشوف مثال وازاي هنحسب الطريقة الاولى اللي الكلمنا عليها اللي هي بسدد من اصل فقط والفائدة على الرصيد المثال عندنا بيقول ايه في الكتاب اختار شرق الارزاق بالله مبلغ خمسين الف دولار من احد بنوك وزاك الاشراء مستلزمات تجميلة على ان يسدد القرد على خمسة اقصاد سنوية ازاي بقى اقصاد سنوية متساوية من الاصل 2000 اقصاد مع الخمسة اجيب الاصلات المستاوية طب كده الراجل ما خدش مني فوائد قال لي ويسدد مع كل قسط فائدة الرصيد في اخر السنة فاذا كان البنك يحسب معدل 10% احسب بقى القسط المتساوي السنوي ده اول مطلوب احسب المبلغ الواجب سدده في نهاية كل سنة ما انا هعتبر خمس سنوات دول هفصصهم سنة سنة تصور حاجة اسمها جدول الاستهلاق ظريف جدا وممكن يجيدي اكمل ثم اخر حاجة احسب مجموع الفوائد المسددة مقابل هذا الاقتراض نشوف براحة كده وانا كتب لك القوالين برضو باللغة العربية بجانب الرموز عشان نبقى عارفين هتمشي احسب ازاي اول مطلوب طلبه لو قسط السنة ومتساوي قسط السنة ومتساوي قالك من اصل القرد فقط اقصاد متساوية يبقى اقسم اصل القرد لوها خمسين الف على الخمس فترات او الخمس سنوات يبقى انا بسدد في كل سنة في نهاية كل سنة عشر تلاف دولار طيب راح جايلي في المطلوب التاني قال لي ايه احسب المبلغ راجب سدده في نهاية كل سنة طب انا لما اديله كل سنة يا جماعة عشر تلاف دولار في خمسة بخمسين الف الراجل ما خدش مني ولا هلا لا فايدة اعمل ايه بقى هحسبهم سنة سنة شوف السنة القولة هتحسب ازاي الفايدة السنة القولة انا اخدت في ايدي كام القرد كله اللي هو الخمسين الف طبعا من الفايدة البسيطة احنا عارفين مبلغ في معدل في مدة هنا المدة هنعتبرها واحد واحد يعني واحد فترة اللي هي واحد سنة فهضرب طبعا الرموزة هي والتطبيق بتاعها هضرب الخمسين الف في المعدل في واحد واحد يعني واحد سنة كل مرة هنكتب السنة بواحد انا بحسب كل سنة لوحدة فايدة اول ما كان المبلغ في ايدي اللي هو خمسين الف فايدتهم كام هو بيحسب لي الفكرة بتاعتني الطريقة دي بيحسب لي الفايدة على اللي في ايدي كام? سددت له لعشر تلاف دولار والخمسة بتوعهم. دي اول سنة يبقى سددت له خمستاشر الف. جميل. طب انا لما سددت له عشر تلاف اللي هو الاست المتساوي ده بقى اللي بيشتهلك دي القرد كل سنة. لما سددت له عشر تلاف ما بقاش في ايدي المرة الجاية خمسين الف يبقى في ايدي كان بقى اربعين الف يبقى بحسب رصيد اخر السنة الاولى. اخر السنة الاولى يسوي رصيد اول السنة قصة المتساوي يبقى عني خمسين ألف ناقص عشر تلاف يديني أربعين ألف ده رسيد أخر سنة الأولى ويعتبر رسيد في أول السنة التانية يبقى القرد كان خمسين ويقع منه عشرة لأنه دفعتهم في قصة المتساوي فالمرة جال ما أجي أحسب تاني الفايدة بصي أحسبها على الاربعين يبقى الرسيد أول السنة التانية يساوي هو الرسيد أخر السنة الأولى يبقى أضرب الاربعين في عشرة من مية في واحد فترة اللي هي السنة التانية يبقى الاربعين اللي في ايدي دول فايدتهم بقى اربعة تلاف يبقى انا هدي الراجل ده في السنة التانية العشر تلاف السابت القصة السنة والسابت زائد الفايدة بتاعتهم يبقى الفايدة بتتحسب على اللي في ايدي طب انا هديتهم من الاربعين عشرة سابت اهو بقى في ايدي كامل مرة اللي بعدها تلاتين وهكذا التانية والتالتة والربعة الى ان يستهلك القرد بالكامل طيب جي قال لي في المطلوب اللي باع كده طب صور حاجة اسمها جدول استهلاك جدول استهلاك ده جدول ظريف جدا 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 اكتب في اول عمود في عدد السنوات اللي انا هقصد فيها اللي هما خمس سنوات اول كل سنة كالرصيدي كام اول ما اخدت القرد كالرصيدي خمسين وقعت عشرة اللي هو السابت بقى اربعين بقى تلاتين بقى عشرين بقى عشر طيب القصة السنوية المتساودة سابت لا يتغير انا حسبته اللي هو اسمت اصل القرد على الخمس سنوات اداني عشر تلاف بكل مرة اديك عشر تلاف كل ما اشوفك كل سنة هديك عشر تلاف وفايدتهم على الرصيدي ازاي شوف رصيدي انا انا كان خمسين حسبت الفايدة على الخمسين بقى خمس تلاف بعدين واعملهم عشر بقى اربعين فايدتهم اربع تلاف اه عشرين تلاتين بقى فايدتهم تلات تلاف عشرين بقى فايدتهم الفين وهكذا يبقى العمود التاني يبقى العمود الاول هو الرسيد اول كل سنة العمود التاني الاست السنوي السابت العمود التالت الفايدة فايدة الرسيد اخر كل سنة اللي انا حسبتها حتة حتة في الجزئة اللي فاتت طيب القصة المسدد روح اعملي اجمع العمودين دول مع بعض كده يديني القصة المسدد انا دفعتلك 10 سبتين و 5 بتوع ال 50 دول يبقى دفعتلك 15 دفعتلك 10 سبتين و 4 بتوع ال 40 دول يبقى دفعتلك 14 يبقى ده القصة المسدد اجمع السارد زائد الفايدة يعني اجمع العمودين دول من الاخر 10 و 5 10 و 4 و هكذا يديني دول طب رسيت اخر الفترة انا اول فترة كان معايا 50 يبقى اخر فترة كان معايا كان 40 طيب كان معايا 40 بقى اخر فترة معايا كان 30 يبقى مشي من هنا كان معايا 30 في اخر فترة بقى معايا كان 20 20 بقى معايا 10 خلاص كده ما بقاش معايا حاجة استهلك القرد بكامل المبنى ودي اعتقد مسألة ظريفة و هتفهموها كويس لانها سهلة و بسيطة جدا طيب هو قال لي في اخر مطلوب عايز مجموع الفوائد المسددة اروح جايب الفوائد بس اللي انا حسبتها الليه 5000 4000 3000 2000 احسب مجموعك العلامة دي طبعا علامة مجموع الفوائد يبقى دفعت اللي هذا الرجل فوائد 15000 فوق الخمسين الف اللي انا استلفته يعني انا سددت في الاخر الخمسين الف زائد 15 فوائد بقى يعني مجمل ما سددته لهذا الرجل 65000 دولار ودي اسمها طريقة سدد اصل المبلغ اقصاد مستوى من اصل المبلغ فقط طب والفايدة عشان لازم ياخد مني فايدة الفايدة على الرصيد وكده اعتقد فهمنا كويس اوي هذه الطريقة وان شاء الله نذكرها كويس ونحاول نعرف الجدول اللي فادت عمل ازاي لده ممكن يجيلي اكمل انا اكمله اعمل زي يعني اكني بلعب كده وبأجمع واطرح يعني ممكن يبقى في لعبة ظريفة كده وسهلة وما فيش اي مشكلة وان شاء الله نلتقي في فيديوهات اخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة